وكان جلالة الملك قد أجرى مباحثات مع الرئيس المصري قبيل القمة الثلاثية ركزت على العلاقات بين البلدين وتطورات الأوضاع في المنطقة وأكد جلالة الملك ورئيس المصري ضرورة تكثيف الجهود لدعم الأشقاء الفلسطينيين في مساعيهم لنيل حقوقهم المشروعة وشدد جلالته على ضرورة وقف تصعيد الاحتلال في القدس والانتهاكات ضد المسجد الأقصى المبارك كما جرت تأكيد على أهمية تكثيف الجهود لتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية يحفظ وحدة سوريا أرضا وشعبا